اشتركوا في القناة والتداولات في هذا الأسبوع المحتوى يأتيكم كالمعتاد من شركة سيم تريدينج نطلع معنا على أبرز تقارير المفكرة الاقتصادية لهذا اليوم حيث يصدر عند الساعة التاسعة صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية الميزان التجاري الألماني عن شهر أيلول من المفترض أن يحافظ هذا التقرير على قراءة إيجابية عند 21 مليار فعليا وإن بتراجع طفيف عن القراءة السابقة التي كانت عند 21.6 فعليا يحدد هذا التقرير الفرق بين قيمة السلع والخدمات المصدرة وتلك المستوردة ويعتبر دائما الميزان التجاري الإيجابي أمر حيوي ومطلوب بالنسبة للبلاد هذا يعني أن هناك سلع أكثر يتم تصديرها وخدمات أيضا يتم إرسالها أكثر من المستوردات للبلاد خلال نفس الفترة طبعا عندما يزداد مستوى الصادرات في البلاد من بلد معين إلى باقي دول العالم فهذا يعني أن الطلب على عملة تلك البلاد سوف يزداد وهذا أمر منطقي لأن هناك صفقات ودفوعات مالية يجب أن تتم بعملة نفس البلد وبالتالي سوف يزداد الطلب على هذه العملة كذلك لدينا تأثير آخر على الإنتاج المحلي الإجمالي خاصة عند ازدياد الصادرات هذا يرتبط بزيادة الإنتاج وزيادة التوظيف في نفس البلد عند الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية ما زلنا ننتظر أيضا تقرير هام عن البنك المركزي الأوروبي التقرير الذي يصدر ويقدم معلومات شهرية بشأن سوق المال والأعمال في منطقة اليورو وتوقعات النمو وغيرها من الاتجاهات التي تسود اقتصاديا في تلك البلدان طبعا القضايا الاقتصادية المختلفة يتم ناقشتها من خلال هذا التقرير الذي يتم تقريره بمجموعة مميزة من المعلومات التي تصدر وأيضا يسبق هذا التقرير سبعة أيام تقريبا على صدور قرار سعر الفائدة في البلاد إذن يعتبر هذا تقرير مبدئي وسابق للتقرير الثاني أو الخبر والحدث الأهم وهو قرار سعر الفائدة في البلاد يصدر الفرق بين التقريرين هو سبعة أيام أو أسبوع تقريبا بالنسبة لكل التقريرين أيضا ما زلنا في منطقة الاتحاد الأوروبي وعند الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية هناك حديث هام لعضوء المركزي الأوروبي طبعا يتحدث كوريه في هذا الاجتماع وبهذا الحديث وبالتالي يكون له خطاب يحوي مجموعة وهامة من الملاحظات حول الواقع الاقتصادي للمنطقة والمستقبل المحتمل للسياسة النقدية وكذلك يحتوي حديثه عادة على أدلة على ما يتم اتخاذه وعلى واقع الاقتصاد في عموم منطقة اليورو عند الساعة الثالثة والنصف ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية بالانتقال إلى أمريكا الآن ننتظر في هذا التوقيت معدل الشكاوي من البطالة التي من المفترض أن تسجل ازدياد وبنسبة طفيفة تبلغ تقريبا ألفين مقارنة بالقراءة السابقة القراءة المتوقعة يجب أن تكون عند 231 ألف مطالبة أو شكوى من البطالة طبعا هذا التقرير يحدد مقدار وأعداد الأفراد المطالبين بالتأمين من البطالة للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي التقرير هذا مع أنه تقرير ومؤشر أسبوعي ويمتلك بيانات وقتية أو لحظية للغاية إلا أنه يعتبر أيضا إشارة بسيطة للأداء المستقبلي وإشارة بسيطة مبكرة للأداء المستقبلي للاقتصاد الأمريكي إذا ما هبطت معدلات الشكاوي أو المطالبات بالبطالة فهذا يعني أن الاقتصاد يزدهر وأن هناك حركة جيدة في العمل طبعا هذا يرتبط أيضا بأمر آخر هو الاستهلاك لأن أغلب الذين يعملون يميلون إلى إنفاق المزيد من المال وبالتالي تصرف أموالهم في استهلاكات شخصية بالنسبة لهؤلاء الأفراد والاستهلاك بحد ذاته يعتبر محرك لإجمال الإنتاج المحلي في البلاد ختاما ننتقل إلى كندا في نفس التوقيت عند الثالثة والنصف ظهر بتوقيتها المملكة العربية السعودية تقريرها مع مؤشر أسعار المنازل الجديدة وعلى أساس شهرية تعمل التقرير مع قراءة عن شهر أيلول ومن المفترض أن تكون هذه القراءة عند ازدياد لتبلغ 0.2% طبعا ازدياد أسعار المنازل ليعتبر شكل من أشكال التضخم وبالتالي يجب على البنك المركزي التدخل فيما إذا رغب في المخافضة على أسعار الفائدة وتطبيق الخطة الاقتصادية التي رسمت للمرحلة المقبلة ويتم ذلك من خلال التغيير في أسعار الفائدة قصيرة الأجل وكذلك الأمر ينعكس قوة أو سلبية على عملة البلاد طبعا هذا التقرير يحدد دائما أسعار المنازل الجديدة والتغييرات الشهرية التي تطرق في تلك الأسعار طبعا المنازل السكنية الجديدة هذا التقرير يتعمل مع قراءة دائما تكون مقياس للتضخم والرغبة في إنشاء منازل جديدة في كندا وهو أمر هام فيما إذا تمت عمليات بيع وعمليات تشييد فهذا يعني أن هناك فرص عمل جديدة والأسعار يجب أن تخافض على مستوى مقبول حتى يكون هناك تنوازن في دورة العرض والطلب بالنسبة لما بين الشارع والبائع عمليا كانت هذه نظرة على الأخبار الاقتصادية في صباح يوم الخميس ننتقل الآن إلى القسم التقني من حركة السوق نبدأ من الجنيل الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي يوم أمس كانت الحركة سلبية حيث تراجعت الأسعار بالنسبة لزوجة الجنيل الاسترليني مقابل الدولار عمليا التراجع الذي حدث اخترق مستوى الدعم المتوسط عند 1.31473 وهو من المستويات التي يجب الانتباه إليها خلال تداولات هذا الأسبوع الهبوط الذي حدث يوم أمس فعليا تم تعويضه في ساعات التداول الأخيرة تقريبا في نهاية تداولات الفترة الأمريكية منتصف الفترة الأمريكية بدأت عمليات التصحيح خاصة بعد أن اقترب السهر من مستوى 1.3807 بالنسبة لزوج الجنيل الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي أما في ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس نلاحظ أن الأسواق أيضا تميل للانخفاض ربما هي تتجه لاختبار حقيقي وثاني للمستوى الدعم الذي تحدثنا عنه والذي يطابق 23% مستويات في بوناتش الأسبوعية وصول الأسعار إلى هذا المستوى يوم أمس وتشكيل قاع سعري بالقرب من المستوى قد يشير نوعا ما إلى قوة المستوى وربما رغبة الأسواق أيضا في إعادة الاختبار قبل تأكيد الحركة نحو الأعلى إذا ما حدث ذلك يجب الانتباع إلى أننا أمام قمتين سعريتين حدثتا خلال اليوم السابق والذي سبقه أيضا هذه القمم السعرية كانت عند أعلى سعر سجل مقابل لأجنيل السليني مقابل الدولار الأمريكي أما بالنسبة ليورو مقابل الدولار الأمريكي فما زالت الأسعار ضمن قناة سعرية يوم أمس تحركت هذا السوق ضمن قناة سعرية لم يتجاوز مستوى المقاومة عند 1.16088 أو مستوى الدعم عند 1.15928 طبعا هذان المستويات التي خسرت تداولات السوق وأيضا سجلت قمة سعرية أدت إلى تسجيل قمة سعرية هي أقل من القمة السعرية السابقة إلا أنه في نفس الوقت لا يوجد لدينا قاع سعري نحو الأسفل وبالتالي تكون الحركة جانبية لتداولات اليورو خلال فترة يوم أمس طوال الفترة كانت التداولات جانبية ولا يمكن القول أن السوق اتخذ حركة هذه الحالة التي يدخل بها السوق عادة تسمى مرحلة توطيد سعري وبالتالي يجب الانتباه إلى القمة أو أحلى سعر كان قد وصله السوق وأدنى سعر لأنه سوف يشكل مستويات دعم ومقاومة للحركة في ساعة الصباح الأولى من يوم الخميس نلاحظ أن الأسواق تسحى بشكل سريع لاختبار مستوى الدعم أدنى مستوى المقاومة الهام والمتوسط أيضا الأسواق بعيدة عن هذا المستوى لذلك يجب الانتباه إلى ربما تكون هناك رغبة في الهبوط نحو الأسفل خاصة أننا أمام قمة سعرية سابقة كانت قد سجلت يوم أمس هذه القمة السعرية لم تتجاوز القمة لليوم الذي سبقه بالنسبة لسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي الحركة كانت إيجابية يوم أمس بامتياز حيث ارتفعت الأسعار بشكل سريع وخاصة خلال فترة التداولات الأمريكية لتصل وتسجل قمة سعرية جديدة تجاوزت القمة السعرية ليوم أمس واليوم الذي سبقه أيضا هذه القمة السعرية تكون عندها مستوى أو حاجز 67% مستويات فيبوناتشي والذي يبلغ 1287 دولار للأنصة أما في صباح يوم الخميس نلاحظ أن الأسواق تحاول اختبار مستوى الدعم الذي كان مستوى مقاومة سابقا خلال اليومين السابقين هذا المستوى كان قد كسر يوم أمس فعليا عندما ارتفعت الأسعار بشكل سريع نحو الأعلى بعد أدة محاولات ثلاثة محاولات حتى ثبتت الأسعار وبالساعة الرابعة بدأت الحركة نحو الأعلى إعادة اختبار مستوى الدعم وتحوله من مستوى الدعم إلى مستوى مقاومة أو بالعكس تعتبر من مناطق الدخول السعرية التي يجب الانتباه لها وخاصة إذا ما ترافقت بتشكيل سعر على الشموع اليابانية إذن إذا ما صمدت الأسعار ما دون هذا المستوى فمن المفترض أن تتجه طبعا ما دون مستوى 1280 دولار للأنصة الذهبية فمن المفترض أن تتجه أيضا لاختبار الرقاع السعري الذي سجل خلال تداولات يوم الثلاثاء والذي لامس مستوى 1271 أو 1273 دولار للأنصة الذهبية إلى هنا ينتهي التحليل التقني للأسواق الذي تعامل مع التداولات في الساعة الأولى من يوم الخميس الموافق للتاسع من شهر تشرين الثاني لهذا العام نتمنى أن تكون معلومات المقدمة لكم مفيدة على أمل أن نلقاكم في صباحي يومي غد بإذن الله